السلام عليكم قام البارحة وفت من الكاف بزيارة مفاجئة لملعب براقي حيث انه تفجأة وتفجأنا كلنا بوجود ارضية الميدان من تعالعشب طبيعي في احسن ما يرام وفي احسن احوال وهذا انه عادة الارضية الى وضع انتحا طبيعي بحيث نشاهد الصور الان تعتبر جدا رائعة وان شاء الله خاصة المسؤولين لان الركيب يعني الركيب اللي وضعت الارضية ما حاش تقعد في الملعب طول الزمن هذه شركة موقعها في فرنسا وعندها ممثلين هنا في الجزائر لا بد من تكوين تقنيين جزائريين يقومون بصيانة هذا النوع من المشاءات في الجزائر وتكون الصناعة انتعى التربية العشب الطبيعي والصناعة ديالو هنا في الجزائر حتى الكراسي لابد تكون مصانع هنا في الجزائر اللي تصنع هذا الكراسي انتعى الملاعب حتى ولو اللي تتكسرت نعاود ان نخلفها ونسقمها وتكون فيها صيانة دائمة وتكون فيها صيانة جزائرية بجزائريين بدون ما نلجأ يعني في كل وقت للتقنيين الأجنبيين إن شاء الله تكون فيها الدولة تخمم على هذا لأن الآن عندنا ملاعب يعني 5 أو 6 ملاعب عالمية ولازم لازم لازم تكون عندنا يعني قاعدة يعني مهندسين وتقنيين وكذلك مصانع أو يعني لإنتاج معدات الملاعب تاكورات القادم لأن فيها مثل السياج السياج دانستاد سيتن كونسومابل سيتن كونسومابل تغير ممكن فيه إطلاف ولا يعني الكراسي تتغير بسرعة مع مراقبة المتفرجين وكذلك عقابهم في حالة الإخلاء بالأمن أو التكسير من الكراسي تكون فيها الكاميرات وكذا 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 إذن لابد هذه صناعة متكاملة فيها أجزاء كثيرة لازم الجزائر تخذ هذا الميدان وإن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم شكرا 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 شكرا